موسيقى ظهر مؤخرا في أغلب دول العالم الكثير من صنع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي سواء ما يتعلق بإنتاج المقالات أو الفيديوهات والصور أو غيرها من المواد في محاولة للتأثير على الرأي العام أو الدعاية لهذا السياسي أو ذاك أو تجهي نحو قضية معينة بطريقة إنجابية أو سلبية صناعة المحتوى في الإنترنت هو موضوع النقاش في هذا الأسبوع مع ضيفنا من الألمانيا الخبير بأشياء الأوروبية والألمانية بيدوتشفيلة الألمانية دكتور عبد الرحمن عمار دكتور عبد الرحمن مساء الخير وأهلا بك في صدر الأسبوع مرحبا في اعتقادك دكتور عبد الرحمن لماذا كل هذا الزخم نحو صناع المحتوى على الإنترنت نعم صار لهم هذا التأثير لأن هناك جمهورا كبيرا يتابع هذا المحتوى خصوصا من الشباب ولم تعد المصادر الكلاسيكية للمعلومة هي الوحيدة التي ينتقي منها الناس أفكارهم ومعلوماتهم واختياراتهم ونتحدث هنا تحديدا عن التلفزيون وعن الصحف المقرؤة وصارت الأنترنت وجهة للأحزاب السياسية للنشطاء الاجتماعيين للمدافعين عن حقوق الإنسان وفي إطار ما يسمى أيضا بالإعلام البديل وإذا تحدثنا مثلا في ألمانيا لنعرف ما مدى دورها وقوتها في الحقل السياسي في 2019 تكبد الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني خسارة كبيرة والسبب في ذلك يعود إلى مؤثر شاب اسمه رينزو كان ينتج ولازال محتوى سياسي وانتقد فيه سياسة الحزب خصوصا فيما يخص المناخ الدليل أيضا على أهميتها سياسيا في فرنسا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لتشجيع الفرنسيين على الالتزام بإجراءات كورونا طالب من مؤثرين إنتاج فيديو وإذا تبعوها عشرة ملايين شخص فهو سيضيفهم في قصر الإليزي ويعمل معهم مشروعا وبالفعل نجحوا في هذه المهمة وإذا ذهبنا إلى العالم العربي نجد كذلك أن الكثير من المؤثرين صاروا رقما ومعادلة صعبة يمكن أن يوجهوا رياحة التغيير السياسي إن في الاتجاه الإيجابي أو في الاتجاه السلبي يعني صرنا في وقت العالم الإفتراضي والأنترنت وهناك خطابات بديلة وهناك شباب لا يقبلون بالروايات الرسمية وهذا سبب نجاح المؤثرين في استقطاب الكثير من المتابعين ماذا لو فصلنا أكثر عن الإيجابيات والسلبيات لهذه التي يمكن أن نسميها ظاهرة خاصة في السنوات الأخيرة لنبدأ أولا بالإيجابيات الإيجابيات هي أن المؤثرين مثلا هناك أشخاص لا يقرؤون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون ولكن في المقابل يتابعون الأنترنت يعني أن هؤلاء هذه الفئة بإمكانها أن تعرف ما يدور حولها سياسيا اقتصاديا اجتماعيا من جهة أخرى فإن بعض المصادر الرسمية تحتكر المعلومة وتحاول النشر فقط نظرتها وفهمها للأمور دون إلمام ودون إعطاء صورة عامة عن كل ما يدور في البلد والمؤثرون يمكن أن يلقوا الضوء على نقاط وأيضا أن ينتقد بعض الأشياء التي يتجاهل الإعلام الرسمي أو الحزبي أو التقليدي التطرق إليها فهي تسعى إلى دمقراطة المعلومة ودمقراطة الوصول إلى الخبر وتكوين رأي خاص أما فيما يخص السلبيات نعم هناك سلبيات عندما يتلاعب المؤثرون بالمحتويات وينشرون أخبارا كاذبة أو يقومون بإصداء خدمات لجهات معينة لإعطاء مثال بسيط خلال أزمة كورونا هناك مؤثر ألماني مع الشهور قال بأن شركة بريطانية توصلت معه من أجل أن ينشر خبرا مفاده بأن اللقاح بايونتيك يتسبب في الموت وطبعا من أجل تسويق اللقاح البريطاني هو تتبع الأمر ووجد أن طلب منه إصداء خدمة مقابل مبالغ مالية كبيرة وهناك أمثلة كبيرة سواء في أوروبا أو العالم العربي وروسيا كذلك لمؤثرين يقدمون خدماتهم لمن يدفع أكثر لتوجيه الرأي العام سواء فيما يخص الإختيارات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وهناك تتجلى خطورة المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي هنا سؤال هل استطاع هؤلاء المؤثرون وهؤلاء صناع المحتوى القضاء على وسائل التواصل التقليدية خاصة بين السياسين يعني كالخطابات اللقاءات المباشرة وغيرها من الأمور ليس بعد ولكن نفس هذه الوسائط التقليدية سواء في أوروبا أو سواء في العالم العربي لأن مثلا فئة كبيرة خصوصا كبار السن لا يزال ينتظرون المساء أو الظاهرة لمشاهدة نشرة الأخبار بينما الشباب يتابعون الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي هناك ناس لا يزال متعودين خصوصا كبار السن على شراء الصحف بشكل يومي وقراءتها حفاظا على تقليد تعود عليه وبينما نرى الشباب حتى إذا قرأوا الصحف فيقرؤونها على الأنترنت صارت الوسائط الاجتماعية البديلة وصار المؤترون يكملون الوسائط التقليدية وإغفالها حتى بالنسبة للكثير من الأحزاب السياسية قد تتسبب في خسارتهم لذا نجد أن الكثير من الأحزاب السياسية وأيضا الشركات والوزارات حتى والسياسيين يلجأون إلى المؤترين ووسائط هذه الوسائط في التواصل الاجتماعي كتكملة للعمل الذي يقومون به لكن في المستقبل المؤثرون سيكون لهم دور كبير جدا والدليل على ذلك أن حتى يوتيوب أو جوجل أو فيسبوك توزع جوائز على من تكون لديه متابعة أكبر ويحصل على أموال لتشجيع الناس لتوجه إلى هذا النوع من الترويج ومن الدعاية لأنه صار معروفا أنه يؤثر فعلا حتى في المجال التجاري وليس فقط السياسي والاجتماعي والثقافي فيما يتعلق بأوروبا هل استطاعت أن توجه الرأي العام نحو قضايا معينة وهي بحاجة إلى توجه الرأي العام في الكثير من القضايا طبعا فيما يتعلق بهذا الموضوع لكن هل مهتمة إلى هذا الحد أم أن الموضوع أقل إذا تحدثنا مثلا عن ألمانيا الآن التي ستجرى فيها انتخابات برلمانية حاسمة وهناك منافسة كبيرة بين الحزب الاشتراكي والتحالف المسيحي بالدرجة الأولى طبعا كل حزب يلجأ إلى مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط البذيلة من أجل نشر خطابه ونجد مثلا الشباب الاشتراكي ناجح إلى حد كبير في ذلك وكما قلت سالفا بأن هناك مؤثرا اسمه رينزو ينشر باستمرار محتويات تنتقد الأحزاب التقليدية الحاكمة وفهمت هذه الأحزاب أنها بدورها يجب عليها أن تنتج محتويات وتبحث عن مؤثرين لنصر خطابتها نفس الشيء نجده في فرنسا المقبلة على انتخابات رئاسية العام المقبل ونفس الشيء شهدته هولندا التي كانت فيها انتخابات أيضا هذا العام يعني أن المؤثرين صاروا معادلة صعبة وصاروا يشبهون بوكالات الإشهار وكالة الدعاية يتم اللجوء إليهم طبعا الخطورة هنا كما قلنا أن يقوم المؤثر بالتلاعب في الرأي العام ونشر المغالطات فقط لمن يدفع أكثر وفي المقابل نحن تحدثنا عن أوروبا في المقابل ماذا عن العالم العربي إلى أي مدى ستطع صناع المحتوى أن يؤثروا على الرأي العام خاصة ولنا تجارب خلال الربيع العربي الذي شهدته العديد من الدول هنا أستحذر مثالا حيا إذا تحدثنا عن ثورة اليسمين في تونس والرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي كان قبل 2011 كان في باريس وكان يقوم بنشر فيديوهات مباشرة موجهة إلى التونسيين ينتقد فيها الأوضاع وكانت لديه نسبة متابعة كبيرة جدا وفي ذات الوقت كان في من المغرب إلى الخليج كان هناك مدونون ينشرون محتويات سياسية ينتقدون الأوضاع يستعملون هواتفهم النقالة ويلتقطون صورا ويصورون فيديوهات للواقع المعيش ينشرونها في وزائل التواصل الاجتماعي يكون هناك تفاعل كبير وتوجيه للرأي العام وفعلا نجح المؤثرون في إنزال الناس إلى الشوارع والتظاهر في مظاهرات حاشدة لكن أيضا ما تم تسجيله هو أن الكثير من المؤثرين والمدونين كانوا ينشرون مغلطات وأخبار زائفتان وهناك حديث عن أن البعض يشتغلون لجهات أخرى لديها أجندات خارجية يعني أن الدافع ليس بالضرورة إعلام محض أو الحقيقة أو الدفاع عن حقوق الإنسان تم تشجيل أيضا بعض التلاعبات في ذلك والآن صار للمؤثرين أيضا المغرب شهد مؤخرا انتخابات برلمانية وتشريعية وكان للمؤثرين ولوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير خلال الدعاية الانتخابية والكثير من القرى والمدن كان فيها تغيير سياسي جدري وتمت إزاحة الكثير من الوجوه السياسية المعروفة وحل محلها شباب لأنهم أتقنوا استعمال الدعاية بوسائل التواصل الاجتماعي واستعانوا أيضا بالمؤثرين لنشر خطاب ينتقدوا الخطاب الرسمية السائدة التي تتبنىها الأحزاب التقليدية الخبير بشؤون الأوروبية والألمانية بدتشفلة الألمانية دكتور عبد الرحمن عمهار شكرا جزيلا لك عفوا بهذا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية فقرة قضايا دولية بالشراكة مع دتشفلة الألمانية أسبوع القادم فقرة جديدة بموضوع مختلف